أول حاجة نعرفها هي هذه دروفة استثنائية مؤقتة مع أنها رايحة للزاول أول حاجة ثاني حاجة أنا في الحاجة الصحية نستغل الوقت ديالنا اللي رانا قاعدين فيه تستمر خلية الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بتلقي الإختارات عبر الرقم الأخضر 11-11 فتح المجال لاستشارات النفسية للعائلات والأطفال ومرافقتهم بالإجابة عن تساؤلاتهم تزامناً والظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا الأولياء يتصلوا يكونوا فقدوا السيطرة بهذه المعنى على الأبناء خاصة في مرحلة الحاجة الصحية تقول لكوا لا يخرج لي وما تنقضيش تحكم فيه دفاتنا طول هاته وجهات الأم كيفاش تتعامل معاه وعادتين من انضطروا نقول هاته جوز نطفل دفاته هو يحبي قراطة ينهضر معهم وينطفل يتصل يسقسيك أنا كرحت وش ندير ووقتاش نعدل ونقرأ وعليش خرجونا طب العمل الثاني نحن كأخصائيين في شبكة خيط تلقي الإختارات هو طمأنة المتصل طمأنة الشعب الجزائري أنه هي مرحلة وجوز أنه أول مرة تسرنها تم توسيع نشاط الخالية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي بالاستعانة بأخصائيين تم تكوينهم من قبل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة خلال الأسبوع اللي فات نظر لأن عدة مكالمات ولا تجينا من قبل الأسر والعائلات يشكوا فيها من حال التوتر لم يعيشوا خلال هذه الفترة نحن فكرنا بتعاون مع المؤسسة منها مع الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث أنه نستعينوا بأخصائيين نفسانيين عندهم خبرة في مجال الإرشاد العائلي كيفاش يقدروا هذا الوقت كيفاش يقدروا يكتشفوا يعني مهارات الأطفال في بعض العائلات يتصلوا بنا وش نقدروا كيفاش نشغلوا أبقاد فراغ أطفالنا يعني هي إرشادات مش متعلقة فقط غير بالتوتر لكن إرشادات تهم العائلة في هذا الوقت اللي يرىهم مجتمعين إضافة إلى الهدف الأساسي للخلية والمتعلق بتلقي إختارات عن أطفال في خطر يسعى الأخصائيون النفسانيون تزاملاً والوضع الراهن إلى توفير جو من الطمأنينة لدى العائلات والأطفال والإجابة عن استفساراتهم المختلفة إنستغلوا هاد الوقت